الأهرامات المصرية هي من أعظم الإنجازات الهندسية في التاريخ بنيت في العصور الفرعونية القديمة كمقابر للفراعنة والنبلاء العقل زينة والعلم سلاح والعمل نجاح البطاطس أو البطاطا هي واحدة من أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً واستهلاكاً في العالم تمتاز بأنها مصدر غني بالكربوهايدرات والألياف الفيديوهات اللي شفتها دلوقتي دي بتوضح قد إذا كان الاصطناعي بيتطور في جعل الصور السابتة تنطق وده شفناه في مثلاً رأس البطاطسية المتحدثة واللي كان صعب قبل كده انه يتم جعل أي صورة تتكلم بالشكل ده ده غير الإمكانيات اللي تقدر تستخدمها في عمل محتوى متنوع تقدر تشاركه على منصات السوشيال ميديا فهيلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة ونتعرف مع بعض على موقع هيدرا اي 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 الموقع اللي أنا شرعه النهاردة هو موقع هيدرا موقع تقدر تستخدمه في تحويل الصور الثابتة للصور ناطق عشان تستخدم الموقع مهمة جداً انت تكون مسجل حساب في الموقع فبتروح على هنا لو انت عندك حساب فبتعمل صينها على طول ما عندكش فهي بتضغط على بتدخل ايميل بتاعك والباسورد اللي هتكتبه وبنان عليه بيتعمل لك حساب أنا هنا عشان عندي ايميل فهيضغط على وبعد ما اعمل هو تلقى هنا هيفتح معي الصفحة الرئيسية بالشكل بعد ما يفتح يجي هنا بقى اضغط على لو نسلت تحت هنا هو اجيب لك هنا بعض الامثلة لحاجات اللي ممكن تتعامل طبعا نشوف عامل لك هنا بطاطس وشوات حاجات يعني ممكن برضو نشوف الفيديو ده في سريع هجيب لك الحاجات اللي ممكن ان انت تتحولها لأصوات بعض الاشكال وحاجات كده وعدلات لسه هتتعامل في المستقبل واضح كده ان في شغل حلو في الموقع دايما الحاجات دي بتيتحدث اول باول عشان نكمل هنروح على حاجة اسمها او منضغط عليها هتفتح معنا الصفحة دي هنلاحز ان فيه تلات اقسام القسم الاول هو خاص بالاوديو اي او الصوت القسم الثاني هو خاص بالكاركتر او الشخصية اللي احنا هنعملها او هنحملها والثالث خاص بالفيديو وهو الاخراج النهائي للفيديو نيجي اول حاجة على الاوديو بيجي هنا اقول لك انت عاوز تكتب ناص تحول الصوت ولا عايز ولا انت اصلا عندك صوت ازا كنت هكتب ناص وحول الصوت فباجي هنا اكتب الناص اللي انا عايزه ايا كان الناص اللي انا هعمله وتلقى هو بيقدر ان هو يحوله لي لصوت بعد ما بختار طبعا الصوت المناسب. هل بيدعم اللغة العربية ولا لا? انا ما تجربتش لسه انا بجرب معكو الاول مرة. بس هو اكيد بيدعم الانجليزية فتعلى كده نجرب. كتبت دلوقتي حاجة بسيطة جدا بقوله اهلا بكم في شرح موقع لتحويلها الصور التحبتها لناطقة. اقدر طبعا هنا اختار اي صوت انا عايزه ممكن اختار مسلا صوت زي ده. لو عايز تسمعه الصوت فبتضغط على بلاي فبيشغل لك الصوت. هاي الصوت هتختار وتدعو تسمعه سواء برضو عندك اصوات لبنات هتلاقي اصوات كتيرة جدا هو اجيب لك هنا مثلا بقول لك ده عبارة عن صوت يعني انجليزي وبيقول لك النوعية بتاعة الصوت ايه. لكن خلنا في جورج وهنيجي بعد كده عندك هنا طبعا ده بالنسبة لو انت عايز تحول النص الى الصوت. ازا فانا دلوقتي محتاج كاركتر. عند برضو كاركتر في طريقين اتنين. يا اما هعمل صورة من عندي يا اما انا اصلا ممكن اقول له اعمل لي هنا كاركتر. فعشان اعمل كاركتر هنا اعملها ازاي. بيجي هنا اقول لك انت هتكتب الكلام اللي انت عايزونك. مثلا نقول لنا عايز ايا كانت تفاصيل. وهو عندك هنا بيقول لك انت ممكن تعمل حتقدر تعمل اللي هو مثلا حاجة عشوية. قال كده مثلا نضغط على حاجة عشوية. فجيب لي هنا بعض التفاصيل. عمل لي هنا شخصية على طول بالشكل ده لما انا عملت آآ راندم. ممكن اختار حاجة تانية. هي ممكن يعدل لي حاجة تانية. هو بعمل لك حاجات معينة ايو حاجة مسلا زي كده. ممكن اختار حاجة زي كده. ده بالنسبة لو هعمل شيء عشوية او ان انت ممكن تكتب التفاصيل اللي انت عايزها هو طلقيا ما بيعملها له. بعد ما بخلص كل ده بروح بعد كده على فيديو. دي المرحلة الاخيرة. المجرد ما ضغط عليها مفروض ان هو بقى هيبدأ يحول النص الى صوت. وبعد كده يركبه لي على الصورة. وبعد كده يعمل لي الفيديو هنا. هنا الفيديو خلص. طبعا هنيجي نشغل مفروض ان هو دلوقتي هيقر. اهلا بكم في شرح موقع هيدرا لتحويل الصور الثابتة لناطقة. بصراحة نتيجة حلوة قوي لما عملناها بالشكل ده. ونطق الكلام بشكل حلوة قوي الصوت حلوة قوي. طبعا هنا بتحمل او بتقدر ان انت بقى تستخدم الفيديو لو ضغطت على هنا فخلص بيبقى متواجد معاك. ده الطريقة الاولى. طيب تعال نشوف بقى الطريقة التانية هاجي حدول لأ انا عندي صورة عايز ان انا استخدمها. وعندي كمان صوت حابب ان انا استخدمه. وده بقى اللي هنشرحه دلوقتي. طبعا هنا في بعض العدلات اللي ممكن تكون يعني في الموقع مش مزبطة لسه. فانا انا حابب ان ارجع خطوة وارجع تاني اضغط على عشان يجي لي بس كل حاجة هنا فاضيتين من العلو جديد. فهاجي هنا اضغط على ديو. انا كنت مجاهز صوت ان انا كنت مشغاله في الاول. وهم جدا ان هو يكون بصيغة وبعد كده هضغط على وهنا حاجي ادور على صورة. هضغط هنا مسلا ادور على اي صورة. كون طبعا مناسبة لانهما طبعا بيقبل صور معينة فقط. لازم تكون صورة واضحة. زهرة فيه. قدامك بشكل كويس. فاعد اقلب كده مسلا عجبتني صورة زي دي. هضغط على بالشكل ده. هنا طبعا حمل الصوت وقدر طبعا اسمع الصوت. هنا دلوقتي هيحمل الصورة وبعد ما حمل الصورة هضغط دلوقتي على عشان يبدأ ان هو يعمل لي برضو الفيديو ان هو بيحول الصوت ده يركبه على الصورة دي ويخليها صورة ناطقة. لكن بصراحة عجبتني اه او عجبني الفيديو اللي هو كان تعمل ده بتاع الرجل ده كان حلو قوي. شوفه تاني كده. شوفه يشتغل. اهلا بكم في شرح موقع هيدرا لتحويل الصور الثابتة لناطقة. حلو ده مثلا لو انت حابب ان انت تعمل شخصيات معينة على شخص راجل يشرح وثائق ترائيخية حاجة زي كده. بصراحة نتيجة لحد الان كويسة. ولكن يمكن هو عيب المواقع لحد الان ان هو بيحدد لك زي ما احنا شايفين الصورة بتبقى مربعة حتى لو جبت له صورة مستطيلة هو بيفرض عليك ان الصورة تبقى مربعة كده. فطبعا ده عيب لحد للوقتك. زيك الامر ممكن ان الصورة بتبقى حتى شوية لما بنعمل لها اخراج. ودي كانت النتيجة بعد ما الفيديو خلص برضو تقدر ان انت تستخدمه من هنا. وبرضو النتيجة بتاعتك هنا هتزهر هنا بالشكلة. تعال كده نجرب نشوف هيتسبقى شغالة معاني الزيك. اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت مهتم بانك تحول الصور الثابتة لصور ناطقة باستخدام الزكاية الاصطناعي يعني عن طريق انك تضيف نص والنص ده يتم تحويل له صوت. او انك تضيف صوت وتخلي الصورة الثابتة تنطقه. فده اللي هنشرحه مع بعض النهاردة في موقع جديد اول مرة نشرحه في القناة. صراحة نتيجة حالوة مش بالطلق. بس انا كنت برضو حابب اجرب معاك حاجة تاني. احنا دل وقت جيبنا الصوت بتاعنا وجيبنا الصورة بتاعتنا. انا بقى حابب ان انا جيبوا الصوت بتاعنا. بس اعمل الصورة برضو باستخدام تكون مختلفة. فبرضو هارجع تاني كده من اول وجديد. كالعادة هتروح تجيب الصوت تاني. وبعد ما اتجيب الصوت هتضغط على الصورة. انا طبعا لا انا مش محتاجة اتجيب الصورة المرة دي في حاجة هنا تحت. ممكن اكتب الوصف اللي انا عايزه او ممكن انا اختار شيئا شوي. هفضل انا اضغط كده لحد ما اتجيله صورة تكون حلوة مناسبة. ان نقدر نستخدمها في التصميم. ليه مش هتنفع. هنا بقى اطلعز ده جايب لك راجل لابس وش. طبعا ممكن برضو نستخدمه. ولكن برضو هنجرب حاجة تانية. ده بقى هتلاحز كمان هو لابس قناعة. حاجة لزيزة برضو. شوف غيره. دي بنت مش هتنفع. ده برضو تعال كده نجرب ده. مش عارف كده حسيته ممكن يزبط معنا. وبعد كده هنروح على فيديو. هنطبع معنا الصوت. اه بالمناسبة انت هنا ممكن تتحكم في الصوت كمان لو الصوت طويل تقدر تتحكم فيه عايز ينتقى لحد فين. ده برضو موجود معك هنا. هتضغط على عشان برضو يبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل ده. نشوف النتيجة كده هتبقى عاملة ازاي? هنبدأ لنتشغل الفيديو. لو انت مهتم بانك تحول الصور الثابتة لصور ناطقة باستخدام الزكاية للصناعية يعني عن طريق انك تضيف نص ده يتم تحويل له صوت. او انك تضيف صوت وتخلي الصورة الثابتة تنطقه. فده اللي هنشرحه مع بعض النهاردة في موقع جديد اول مرة نشرحه في القناة. بصراحة انا شاف ان الصور اللي هو بيعملها بتبقى احسن شوية في النطق يعني عن الصور اللي احنا بنحملها. لان طبعا هو بيعملها بمعايير معينة. بس النتيجة مش بطالة. نتيجة كويسة. كذلك الامر برضو حابب ان انت تغير معاك طبعا فرصة انت تغير. كل ده طبعا عشوية انا ممكن طبعا يعني اغير زي ما انا حابب. لكن اه زي ما قلت لك تقدر تكتب التفاصيل اللي انت عايزها برضو ده اشوف جايب لك واحد عامل ازاي? برضو بتاع نجرب ده كده. ودي كانت النتيجة. اهلا بكم في فيديو جديد لو انت مهتم بانك تحول الصور الثابتة لصور ناطقة باستخدام الزكاية للصناعي يعني عن طريق انك تضيف نص والنص ده يتم تحويل له صوت. او انك تضيف صوت وتخلي الصورة الثابتة تنطقه. فده اللي هنشرحه مع بعض النهاردة في موقع جديد اول مرة نشرحه في القناة. حلو بتحكم في المشاعر كده وتحس ان هو بتاعته كده ولا هو بتلغبط. عجبتني اعتقد ان الموقع ده اللي هو تطور هيبقى احترافي جدا. طبعا الموقع همستدوم شكل مجاني اللي بيظهر علامة معي ولكن اعتقد ما الوقت ممكن يتطور. شوف جايب لك هنا برضو حاجات هنا ممكن تعمل بطاطساية. اجاب لك شخصيات معروفة. لا حلو. بصراحة الموقع حلو. يعني كبداية اعتقد كواس جدا. وكده بقى احنا وصل لنهاية الفيديو نهاردة لو اعجبك الفيديو ما تنساش تشترك في لانتفعلك الجرس. علشان تشوف كل فيديوهاتنا ولو اعجبك الفيديو ما تنساش تشدو السلايك. وتسجيل اراك في تعليق. وفي النهاية السلام عليكم.